أسعد الله أوقاتكم بكل خير تلاميذ الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم مع درس جديد من دروس القراءة العلاجية سوف نتابع اليوم في المسار الثاني التقديم الثاني الأهداف التعليمية الهدف من هذا التقييم هيا نبدأ بالتقييم الهدف أن يقرأ التلميذ الكلمات والجمل مع الحركات قراءة جهرية صحيحة شرع سئمة ثانية صدف أصف يعد يبس تهين وفد نهيل شرف وعظم كثرة وثقلة نحف وهزل بعد فنسي قبوح فهجر شجوع فنصر قطف ثمرك سهول عاملك ها قد انتهينا من هذا التقييم أحبائي نلتقي في درس جديد مع بداية المسار الثالث شكرا لحسن اتماعكم